النهاردة الحكومة كان عندها واجب نفي قعدت تنفي كتير من الشائعات اللي طلعت خلال 3-4 ايام اللي فاتوا والنفي ده طبعا مكانه مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء والحقيقة حقولكو ابرز الحاجات اللي اتنافت وحقولكو كمان ما اخدوا بالكو لازم انا تعودت ان اقول اللي بيحصل هنا و اللي بيحصل هنا اللي بيحصل هنا ان الحكومة قالت يا جماعة الكلام اللي بيتقال ده مش مظبوط الشائعات اللي بتتردد دي مش مظبوطة في المقابل في المقابل في الشارع الناس تقولك استنوا يا جماعة الشائعة اللي هتنفيها الحكومة عشان تبعوا عارفين انها تحصل بعد اسبوعين هتقولولي يا تامر اللي انت بتقوله ده هقولكو مش اللي انا بقوله هقولكو واقع الامر بقى كده ولو استقصاءات بركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء نزل الشارع بس ما يقولش ان انا تبع الحكومة يقول بس ان انا تبع مركز بصيرة منيرة اي مركز هيسمع الكلام ده يعني دلوقتي لو انا قعدت مع صحابي بتقوله يا جماعة على فكرة الكلام عن انه سعر الزبالة مش عارف ايه هيدفعها كذا كذا يقولك انا هاريسو الاسبوع الجاه يزودوا الزبالة خصوصا اليوم خميس بالليل صح لانه يقولك ايه مش عايفي الحكمة صحيح ان القرارات كلها بتطلع خميس بالليل لكن ما علينا ويقولك انه مفيش كلام عن انه فطورة المايا مش عايفيك الناس تقولك بس يبقى اول ديسمبر المايا حدزين صح ولا مصح مش قضيتي صح ولا مصح اخدوا بالكم من الكلام صح ولا مصح مش قضيتي انا قضيتي انه الناس والمسؤولين والحكومة تبقى فهمة الشعب بيفكر ازاي والرأي العام بيستقبل الكلام ازاي هل ده فيه فجوة من فقدان الثقة شوية اه فيه فجوة من فقدان الثقة سببها بعض المسؤولين السابقين ربما مش الحكومة الحالية بعضهم ماشي لكن الاكتر والاغلب العام المسؤولين السابقين اللي كانوا بيسرعوا بنفي اي حاجة عارفين كانوا وهو بيحلف القسم كده كوزير يتعلم معانه بسم الله الرحمن الرحيم ما حصلش وبعدين نبقى نشوف بقى حصل انا ما حصلش فمن كتر النافي اللي تحول لحقيقة الناس قايت لك ده الحكومة بتمفي الحاجة وبتيجي تعملها بعد زي كده من تلاتين تلاتين قالك مفيش اسعار مش عارف كهربا والنفقى بعد شوية نفاجأ ان شرائح الكهربا زادت طيب ما تقول لنا من الاول المشكلة نقول لها جماعة كمان شهرين هنزود شرائح الكهربا لكن في بعض المسؤولين دأبوا على النافي يقول لك انا نايح دماغي انا نفي وبعدين اللي ييجي يطلع القرار بعد كده يبقى اللي يشيل هو الليلة فالنتيجة ان الشعب والرأي العام بيفقد الثقة في الحكومة ويقول لك طالما نافوا حاجة يبقى حتحصل بس هم عايزين يفاجئون بيها فانا اتمنى من المجلس والمركز المعلومات يتعلم الدرس بفكرة انه لا يتقدم لنافي اي شائعة الا لما يبقى متأكد بجد انها مش هتحصل لانه لو دفت شائعة وحصلت بعد اسبوعين شكرا اي بيانات نفي بعد كده هتطلعها هتبقى غير مصدقة